طيب عندي كمان موضوعين مهمين جدا بخلاف طبعا الأخبار اللي معايا ان في بعض الأخبار مهمة جدا معايا عايزة اتكلم فيها لكن عندي موضوعين مهمين جدا عايزة ابدأ الكلام فيهم احنا بتكلم في قرارات اتخاذ الاتحاد الدولي بخصوص استمرار الموسم حسب قدرة اي اتحاد اهلي ومحلي في تحديد موعد الاستئناف وموعد الختام وترطب على ده ان موعيد فترات القيدة هتكون ممتدة بل الادها من كده الاتحاد الدولي قالك تستأنف وتختتم الموسم الى ابعد مدى حتى يناير من العام الجديد وكل اتحاد يضع موعد قيد خلال الفترة الجاية بما يتناسب مع نهاية الموسم وبداية موسم جديد وكمان ادى اولوية انك لو بتنتهي في تعاقد مع ناديك وهتبدأ تعاقد مع نادي اخر الاولوية لنهاية العقد مع النادي القديم فبالتالي فكرة الصفقات والتعاقدات وفترات الاعارة لبعض اللاعبين الفترة الاخيرة تبعت فيها اجتهادات كثيرة جدا 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 من كل وسال الاعلام الفكرة الفترة الجاية محدش عارف امتى الموسم الجديد هيبدأ لان محدش عارف الموسم الحالي امتى ينتهي فأي اجتهاد على فكرة الأهل بفكر في صفقات من بعض اللاعبين في شمال إفريقيا غير صحيح الأهل بيفكر في دعم خط الهجوم بلاعبين غير صحيح الأهل بيفكر في دعم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى غير صحيح الأهل يفكر في بعض الأمور المتعلقة بضم لاعبين من بعض الأندية المحلية هنا في مصر غير صحيح أصلا بحاجة عارف بكرة في إيه أو الموسم الحالة ينتهي إمتى اللي تقدر تتكلم فيه تجديد تعاقد ريني فيلر ممكن خلال الفترة الجاية أكيد لجنة التقطيط والكابتن محمود الخطيب شغالين على هذه الجزئية الفترة حالية مع ريني فيلر وفايلر نفسه قال ما عنديش أي مانع وأولوية لأنا أستمر في الأهل ده شيء لمتعلق برؤية تحت إيدك يعني تقدر تشتغل عليها بالنسبة لمرحلة الجاية رمضان صبحي عارضه عتمتد للفترة اللي جاية نتيجة الموسم لم ينتهي ممكن بقى ينتهي في تسعة ينتهي في عشر ينتهي في اتنشر أنت عندك دلوقتي خلاص اوبشن من الاتحاد الدولي فيفا أن أي لعب عقده عينتهي في شهر ستة أو لعيب معار عارضه عتنتهي في شهر ستة مستمرة معك لغاية نهاية الموسم ونهاية الموسم دوري وكاس مش دوري بس فبالتالي أنت بالنسبة لك تقدر تتكلم في ملف أعارة لأ لعيبة مكملة ملف العيبة عقودة هتنتهي لا مكملة معايا لغاية نهاية الموسم لكن الصفقات اللي جاية محدش عارف بكرة في ايه محدش عارف الموسم جاي امتى محدش عارف فترات القيد الفترة جاية هتتتغير من اتحاد لاتحاد ولو كل اتحاد حتى معايير لفترات القيد الاتحاد الدولة هينظم ده ازاي عشان العالم كله نازي بيماشي بنفس الإطار في موعيد القيد فبالتالي الخريطة دي او الفكرة دي لسه فيها مناقشات فبالتالي تحدد الجزء الاساسي اللي هو الجزء الاداري وبعكد انت بتشتغل على الجزء الفني لأ الناس هنا في مصر بتسبق بتتكلم في جزء فني قبل ما بتروح للجزء الاداري فده غير وارد تماما فانا اه ممكن اراعي الفترة لها ان البعض عايز يكتب اخبار وموضوعاته مطلوب كم معاية من المعلومات والاخبار لكن في نفس الوقت لازم تتحطى في الاطار الصحيح عشان جماهرنا اللي بتتبعنا لازم تبعى عرفة الحقيقة ملف الصفقات ملف التعاقدات كل الامور دي غير مطروحة في هذه الفترة لمعرفة الوضع خلال الفترة اللي جاية ده شيء وده جزء مهم جدا لكن اللي تحت ايدك سواء لعيب معار او لعيب ينموسم بتاعه مستمر معاك الى ان ينتهي الموسم خلال الفترة اللي جاية جهاز فني بالكريطة ريني فيلر اكيد فيه ترحيب كبير جدا بالتجديد بالنسبة للفترة اللي جاية وده ممكن ملف تقدر تتكلم فيه بالنسبة للمرحلة الجالة انه تحت ايدك تقدر تشتغل عليه